موسيقى 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 بدي اختصر عليك اهل السنة والجماعة الغالبية العظمى من علماء الامة اذا الحاكم حكم بالكفر يقاتل مهما كلف الامر قالوها اثنين اذا كان يحكم بالحق بالاسلام يعني وينحرف شخصيا ممكن ينحرف شخصيا هو يعني في بعض الشغلات سلوكياته بسبحكم بالصح قالوا هذا مننظر مننظر يعني لو بدنا نقيمه احنا لازم نقيمه لكن اذا بدنا نقيمه ممكن يؤدي الى مفسدة اكبر قالوا لا طالما بحكم بالاسلام وبالحق حتى لو نحرف شخصيا الاصل منقيمه احنا منقوم عليه بقوة السلاح لكن اذا قدرنا بانه ممكن هذا يؤدي الى فتنة فتنة يكون في ناس بعيدوا من المسلمين انفسهم لا بنتركوا طالما بحكم بالحق لكن اليوم ايش لا بحكموا باسلام ولا في قيم ولا في مبادئ وبيرهنوا الامة للاستعمار وبنهبوا الموارد بودوها لبلاد ثانية وتفاصيل كثيرة وين هدول 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 وين هدول لا بنطبق عليهم فتوى لا اهل في الجماعة ولا حتى فتوى ادفه ناس ولذلك الشعوب الان امام الحقيقة وهدول فتاة اللي بيفتوا السلطان هدول هم صاروا مكشفين للناس الناس معارفين وهدول مش هدول نفسهم حتى الله بكشفهم صاروا يفتوا حتى بفتاوى تناقض الاسلام و تناقض القيم نفسهم اذا كانوا يخدعون بشكلهم و بزيهم بس كله كله اذا بتلاحظوا حتى و الاحزاب كما قلنا كله طلع فوق السطح وانكشف هذا هو طريق الخلاص أنها الأمة تعرف الأم عرفت الأم عرفت قالت أنتو تظنوا أنه بلد زي اليمن بلد زي اليمن الحوثيين شو نسبتهم أصلا الحوثيين شو نسبتهم كانت هذا مؤامرة 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 من جو وبعدين هذا اللي قالت بقولني أنا استقلت اليمن يا هذا اللي أقول لك أنا استقلت استقلت طب انت استقلت شو باقي تعمل انت انت في الجيش اصلا انت ما انت عسكري شو كاين تعمل طب هم الحوثيين كانوا محاصرين في صعدة ويدافع عن انفسهم كيف يعني وصلوا لعندك وانت ساكت كيف وصلوا لعندك وانت ساكت والسعودية اللي بتتناقض مع ايران بتلتقي هي و ايران السعودية التقت ليش لانه اقول لك انا الان صارت شغلة الكرسي الكرسي مهدد مستعد ابيع لا ايران و ابيع لا غيرها كمان مستعد ابيع لا ايران و ابيع لا غيرها وشو متفاهمين بدريش هل تفاهموا على المنطقة الشرقية مقابل الحوثيين ولا ايش مع ايران المسائل هاي من هذا القبيل لانه اهم شي عندهم الكرسي اهم شي عندهم الكرسي شو يعني الكرسي التسلط على اقاب الشعوب ونهب مواردها لان هذه عصابات كلها عصابات وتتفاهم ايران لا شعبهم اكيد هم يعني بيعملوا لصالح شعبهم لكن برضو بيعملوا طائفيتهم فهم مش سألين فيك انت اصلا هم اصلا بيعتبروك انت كافر هم اصلا بيعتبروك انت كافر ومصلحتهم ومصلحت شعبهم ومصلحت ايش عقيدتهم والسعوديين ممكن يعادوا ايران وممكن اتفقوا ممكن الان شايفين انه لا اهل قلت لا احنا نتفق كمان احنا لا هم لا يلاموا الايرانيين عندهم عقيدة وعندهم دين عندهم دين وبدهم ينشر وياكم اظنوا لما بيقولوا مسلمين ومش سألين فيك هم هم بيعتقدوا انك انت كافر ما تظنوش انه يعني ثم هم فارضين فارضين نفسهم عليك شيء ام ابيت قلت لهم بحبكم بحبكم مش اخوان مش اخوان هم مش سألين فيك هم هم من التسعة وسبعين وهم يرتبوا الامور ملاحظين لمصلحت عقيدتهم طائفتهم ولمصلحة شعبهم هذا لك لا يلامهم لكن انت الجواسيس اللي بحكموك هذول مستعدين يبيعوش مرة يعادوا لك ايران ومرة يتفكوا معها ويبيعوا من فوق و تحت ولا اين هو بصدق الحوثيين انا تقديري انو الحوثيين يعني في النهاية لو بيبقوا على ما هم عليه هذا بيكون هو حتفهم في حتفهم في اليمن هذا بيؤدي لحتفهم في اليمن بسيطروش في النهاية هذا بيؤدي لحتفهم بس الله بديو يكشف لكم اكشف لكم مين اعداء الامة مين اعداء الامة هناك فهمنا في عقيدة عند الايرانيين وفي طائفة وفي مصالح امتهم بيعملوا من اجلها هذا لك مش خوانة هذا لك مش جواسيس لا مش جواسيس بالنسبة لبلدهم ولعقيدتهم لكن جماعتنا انو حكومة ممكن تستثنى اي حاكم لا يسلم الحكم للشعب عرفه انو هذا لا اي حاكم بسلمش الحكم للشعب وبنشئ دولة مؤسسات اليوم لا هذا ما ممكن ان يكون منتمن الامة لا يمكن ان يكون مين ما يكون فش واحد فيهم الا حقير اشتركوا في القناة